الزميل كريم أحمد في تمرين اليوم كان مع الكابتن سيد عبد الحفيز عشان يتطمم منه على كل تفاصيل الفرقة نشوفه مستمرين معكم كل مشاهدي ومتابعة قناة الألي في كل مكان ويمكن استعدادات خاصة ومكسفة لفريق النادي الألي استعدادة لمباراة ساندونز يوم السبت المقبل معنا الكابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة لننتكلم معه في كل الأمور الخاصة بالترتيبات حالة اللعيب طمنا كابتن سيد وطمم كل جمهور النادي الألي مدى حالة اللعبين عملت زي الحمد لله يمكن وصلنا من يومين الحمد لله الأمور كويسة في تحضير وكلام واستعدادات على الإطار المعنى والفنين إن شاء رحمن أن نكون موفقين بإذننا في اللقاء وأننا نتلعب ببطاعة التقاهل إن شاء الله محاضرات بشكل يومي مع المسلماني والجهاز الفني والأمور التحضرية والتجهزية لللقاء عارفين نحن نخذ لقاء صعب بالسهل طبعا اللقاء مهم جدا بالنسبة لنا وبالنسبة لأفريقيا كلها لكن اللقاء قوي جدا وصعب جدا في نفس الوقت التدريب الأولى كبسايد أمس وإمكان كان لديك كلام محفز جدا مع بيتسو موسيماني حقيقة تدريبا برح كتت قوية جدا وجادة جدا وبانت حقيقة روح اللعيبة بشكل كبير جدا شايف التدريبا برح ازاي وتشوف كمان النهاردة بداية التدريب احنا جايين دور التمانية في أفريقيا مع صنا وانتوا عارفين كويس قوي مدى أهمية الفرقة ديته ومدى قوتها في نفس الوقت ومدى أهمية الدور بالنسبة لنا نشرح منه نكون موفقين بإذن الله ونخش اللقاء بشكل عالي جدا في التركيز وننهي اللقاء بشكل عالي جدا في التركيز لأنها المباراة يعني التسعين ديئة في أمور كتير جدا جدا ممكن تحصل ما بين اللحظة والتانية فلازم يبقى التركيز مش في جزء من اللقاء لأ التركيز لحد الصفارة النهية وجود الكابتال محمود الخطيب وواصل مردود اللي قيبة بشكل كبير كابتال سيد أكيد هي مسج دبقى بتبقى الأهمية ومكانة اللقاء يمكننا طبعا عليك بقى من ساعد سمير حمدي فاتح هي عالي معلول عايزين طبعا عارف نعالي يمكن لسه قدام شوية ساعد سمير لسه لكن حمدي فاتح هي ممكن زهر بشكل جا عالي دخل هون نهاردة هون بس بالنخل على الفقرات الأولى أو الأحماء والدائرة يعني حمدي فاتح داخل بقى له فترة يعني حمدي فاتح طبعا يمكن مشاركته في السوبر ممكن على حسب رؤية موسماني وجهاز الفني يعني لكن علي هينزل معلها بشكل كابل بعد اللقاء ده بعد رقاء سندا وانزل إن شاء الله رحمن تساعد نفس نفس الكلام اللي على علي مش هتطول عليك مسايد لكن مطلوب إيمن لعيبة قبل المباراة على طول حابب تقوله مطلوب أن نحن نخش اللقاء بمنتهى الأهمية لكنه اللقاء الأول بالضبط عايزين نحقق نتيجة كويسة إن شاء الله رحمن أن نكون موفقين فيها وتتحقق لنا بإذن الله بطوله إحنا حملين لقابها وبطولها مهمة جدا لكل جمهير النادي الأهلي وكل واحد في منظومة النادي الأهلي إن شاء الله رحمن أن نحافظ عليها بإذن الله لكن هي خطوات إن شاء الله عندنا خطوة صعبة 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 إن شاء الله رحمن أن نكون موفقين فيها بإذن الله شكرا كل الشكر والتأدير طبعا للكابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة بيها لنادي الآلي واضح الروح أكيد والحماس الكبير اللي فيه لعبة لنادي الآلي من التدريبات ومن أيضا كمان حالة وجوه اللاعبين يارب إن شاء الله يستمر نادي الآلي في حالة التركيز الكبيرة حتى موعد المبراي يوم السبت 3 عصر إن شاء الله بإذن الله يكون التوفيق معنا ويقدر نحجز بطاقة التأهل للأدوار القادمة